السلام عليكم اليوم سأتحدث عن موضوع جديد جدا ومهم جدا وخطير جدا وأعتقد مع الناس كلها بيقل الناس كثير جدا هذا الموضوع هو اختراق الموبايل طبعا كلنا لدينا موبايلات سواء اندرويد أو اي او اس فيه حوالي 20 طريقة من خلالهم قدر اختراق الموبايل طبعا هنتحدث عن كل الطرق حاولهم اجمالا حوالي 5 أو 6 طرق مشهورين جدا وممكن فيما بعد الاول الحلقة اعجبتكم ونقدر نتكلم عليهم بالتفصيل اول طريقة او اشهارهم بيبع عن طريق دي برامج بينسطابها او بننزلها على موبايل الضحية والموبايل مش شرط يكون اندرويد سواء اندرويد او اي او اس كده كده فيه ابليكيشن البداية باختصار بسطابه على موبايل الضحية وبننزل عليه ومن خلاله بيبدأ يختارك كل حاجة في الموبايل كأن الموبايل معي بس هي الفكرة كلها اللي انت او اللي انت مسخل الفول نفسه اللي هو الاردوية طيب هيقدر يختارك ايه في الموبايل اولا هيعرف هيعرف يا جماعة كل جهات الاتصال هيخش على الجلالي عندي على الستوريج هيقدر يحزي في السور يقدر يفتح الكام بتاعتي يسجل يفتح الريكورد يعرف اللوكيشنز بتاعتي يعرف المسجيات مش بس على الابليكيشنز بتاعت الواكس والمسينجر لا ده كمان المكالمات المسجلة بتاعتي الرسالة بتجيلي على رقم الموبايل وبالتالي بيقدر يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في الموبايل طيب فيه برامج مشهورة يعني والله فيه اشهر برنامجين وكذا البرامج كتير جدا بس اشهرهم فيه برنامج اسمه وفيه تاني اسمه دول من اكتر الانواع البرامج دي جماعة بتبقى لمدة مثلا يومين اللي هو 48 ساعة او 72 ساعة وبعد كده عشان اكتفى معي بدفع طبعا فلوس عشان تبقى متأكتفى معي بالشهر حوالي 10 او 15 دولار دي كده جماعة بالنسبة للطريقة الاولى طيب الطريقة التانية وده بقى بتبقى مشكلة واعتقد بتواجه ناس كتير جدا الا وهي يا جماعة الواي فاي ناس من دينا كتير جدا جدا خاصة بقى الطلبة في المدارس في الجامعات انا مش عارف رايح فندق رايح كافي الكلام ده كله بيبقى فيه فري واي فاي طبعا من خلال فري واي فاي دي انا اقدر اعمل اختراق عن طريق مرابط الداتا اللي ما بين نقطة الواي فاي وما بين موبايل الضحيل فده برضه نوع تاني لذلك نحذر جميعا من اللي انا مفرحش بحاجة اسمها ده هنا فيه شبكة جنبنا واي فاي ده جاري اللي جنبي ده في المدرسة اللي جنبنا ده مش عارف ما حتى شو اخد باله نحذر جميعا من النوع التاني ده وبرطه لو فيه حلقة فيما بعد هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله طيب انتبع عن طريق رسائل مصية بتيجي على الموبايل بتاعي فيه حاجة اسمها الهندسة الاجتماعية الهندسة الاجتماعية هنبقى نتكلم عليها فيما بعض لكن تعريفها باختصار اللي هو بيقوم الهكر او الشخص اللي عايز يخترقني ده بجمع بيانات ومعلومات شخصية عنه فمن خلال المسيج دي لو انا تفاعلت معها ممكن مثلا يبعث لي مثلا اللي انت محول مثلا لهجرة ابعث لي مثلا رقم حسابك ومن خلال وبعث لي بعض الصور مثلا من حاجات شخصية فمن خلال هذه كلها برضو هقدر اعمل اختراب ده النوع التالي فيه برضو نوع رابع اللي هو برضو يا جماعة عن طريق رقم التليفون طب ازاي الكلام ده يعني انا مثلا حد يجي بعتلي مثلا ابن كيشن فمن خلاله يقدر يخترقنا عن طريق رقم التليفون او عن طريق مكلمة لا طبعا مش كده بس عن طريق ايه طبعا بيبقى نوع من الانواع الاختراب بس بيبقى صعب شوية لازم بيبقى بالتعاون مع شركة الاتصالات نفسها وده بيبقى من اعقد الانواع لكن اذا حصل طواطب ما بين شركة الاتصال ما بين الشخص اللي هو الهكر طبعا من خلالها هقدر اخترق حساباتك اللي انت ربطها برقم الموبايل وحصل انواع كتير جدا في مصر عندنا من النقطة حتى في بعض الفنانين يعني حسب معهم المشكلة دي عن طريق الموبايل تمام ففيه يا جماعة حاجة اسمها اللي هو ايه استنساخ السمي كارد بتاعي يعني ايه يعني اللي انا اقدر اطلع شريحة تاني على نفس الرقم وهو شغال بحيث يكون الرقم شغال على موبايلين مختلفين فده اللي انا بكمل عليه اللي هو عن طريق الاختراك عن طريق رقم الموبايل طيب فيه برضو طريقة رابعة اللي هو عن طريق الجيميل وطبعا الطريقة دي خاصة بس بالموبايلات الاندرويد عن طريق الجيميل يا جماعة اللي احنا اي حد مننا لما يجيب موبايل جديد او حتى لما يجي يعمل فورمات فاكتوري اللي هو ضبط المصنع ده اول حاجة بيعملها ايه؟ لازم يدخل الجيميل بتاعه فمن خلاله برضو هيحصل عملية هاكين فنحذر برضو الطريقة دي طيب الطريقة الخامسة او الطريقة الستة مش متذكر يعني بس غالبا الطريقة الخامسة عن طريقة يا جماعة الرقم التسلسلي كل موبايل كل موبايل في العالم كله ليه حاجة اسمها يونيك نامبر الرقم ده يا جماعة غير قابل للتكرار ومميز وثريب ده اللي تستخدمه الشركات وطبعا الجهات الامنية في تتبع الموبايلات مثلا لو باجي بقدم محضر مثلا او بعمل بلاغ باللي الموبايل بتاعنا مثلا اتسارك فده بيستخدم في التتبع تمام دي برضو من ضمن الطرق طبعا يا جماعة الحلقة هنكتفي بها كده ولكن لسه في تفاصيل كتير لكن انا عامتا منتظروا في تعليقاتكم وقراءكم بحيث لو حد عنده اي استفسار اي سؤال اركز اكتر على اي نقطة الطرق ازاي الاسليب فكل ده ان شاء الله منتظروا في تعليقاتكم وفي ردود الفعل بالنسبة للحلقة دي السلام عليكم